معرض الصحافة من قناة شروق نيوز أهلا بكم وهذه جولة سريعة على مختلف الصحف الوطنية والعربية للإطلاع على أبرز ما جاء فيها والبداية مشاهدين الأفاضل بيومية الشروق التي عنوانت صفحتها الأولى بعديد المواضيع الوطنية والدولية وأبرزها الجزائر صمام الأمن الطاقوي وخبراء يقيمون قرارات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز وفي عنوين فرعية في نفس الموضوع مخرجات الجزائر جد إيجابية ومكسب للصناعة القرية تطالعون أعلى سطر الصفحة الأولى ليومية الشروق عنوان آخر وجاء فيه هدن واردة خلال 48 ساعة ولا تراجع عن شروط حماس مصدر قيادي في حركة حماس أو في حركة المقاومة الإسلامية يتحدث عن مفاوضات القاهرة والجيش الإسرائيلي ضائع في غزة تحذيرات غير مسبوقة لوزارة الدفاع من أهوال المعارك والمقاومة أكيد الصهيونية تقترب من الفشل مشاهدنا على فضل عادة يومية الشروق على الصفحة الأولى إلى الرياضة وكتبت عن الأولويات وطموحات الخضر هذا ما سيقوله بيتكوفيتش في أول لقاء له اليوم مع الصحافة الجزائرية كما تطالعون في عنوين فرعية ضمن اليومية إثبات حياة المتقاعدين من فرنسا بحلول عام 2027 وتعديل ورحلات النقل البريلي للمسافرين خلال شهر رمضان إضافة إلى مختلف المواضع التي تطالعونها أسفل الصفحة الأولى لجريدة الشروق وأبرزها خبراء يحضرون من إشهارات وحملات التحسيس والرئيس تبون ونظيره الإيراني يبحثان وضع فلسطين والصحراء الغربية والصين تريد الاستثمار بالجزائر في الزراعات الحديثة وعالم الصيارات نبقى وإياكم ضمن معرض الصحافة واخترنا لكم من يومية الشروق هذا المقال أنبوب الغاز العابر للصحراء يشق طريقه بتقدم كبير أكد وزير الصناعة والمناج محمد عرقاب مساء السبت بالجزائر العاصمة أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بلغ أشواطا كبيرة حيث لم يتبقى سوى إنجاز 1800 كيلومتر من أصل 4000 كيلومتر وهي توجد الآن محل دراسة تقنية وأوضح عرقاب في ندوة صحفية في ختام أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالمركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال أن المشروع الممتد عبر 4000 كيلومتر من أبو جعفوا إلى غاية الساحل الجزائري لتصدير الغاز النيجيري عرف إنجاز عدة مقاطع ولم يتبقى سوى 100 كيلومتر على مستوى نيجيريا 1000 كيلومتر على مستوى النيجر و700 كيلومتر على مستوى الجزائر أي ما يعادل 1800 كيلومتر وأشار الوزير في نفس الموضوع أن المشروع يسير بخطاء ثابتة وعلى وطيرة متسارعة إلى مقال آخر ضمن يومية شروق لنهار اليوم وعنونا كالتالي فلسطين والصحراء الغربية محلة باحث بين الرئيس تبون ونظره الإيراني وعزم على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الإرادة السياسية أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاحد عزمه على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجزائر وإيران إلى مستوى الإرادة السياسية للبلدين وفي تصريح صحفي مشترك مع نظره الإيراني إبراهيم رئيسي عقب المحادثات التي جرت بينهما بمقار رئاسة الجمهورية جدد رئيس الجمهورية عزمه على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستوى الإرادة السياسية وصفا العلاقات الثنائية التي تجمعهما بالتاريخية وبخصوص الوضع في فلسطين ثمن رئيس الجمهورية مواقف القيادة الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني والرافض للعدوان الصهيوني في ظل الصمت المخزي لبعض الدول وعلى صعيد آخر أوضح رئيس الجمهورية أنه استعرض مع رئيس إبراهيم رئيس الأوضاع بمنطقة الساحل ومستجدات قضية الصحراء الغربية من يومية الشروق مشاهدنا الأكرم إلى جريدة الخبر وهذه أبرز العنوين التي جاءت على الصفحة الأولى مجلس الأمن يدعو لفتح المعابر وإيصال المساعدات بعد مفاوضات جزائرية روسية وأمريكية حول غزة وواشنطن تتنازل بعد مخاض عسير اتفاق هدنة وشيك ونطنياهو في عين الإعصار عادت جريدة الخبر على صدر الصفحة الأولى إلى القمة الثلاثية المغاربية التي ستعقد كل ثلاثة أشهر والتي جرى الاتفاق حولها في لقاء تبون والمنفي وسعيد على هامش منتدى الغاز بينما ستكون أو سيكون اللقاء الأول بتونس ستطالعون على الصفحة الأولى توافق جزائري إيراني على نصرة القضايا العادلة وأسفل الصفحة البرتقال وفرة ونوعية وأسعار في المتناول ومنتجون يحضرون من انقراض بعض الأنواع الجزائرية دون أن ننسى مختلف المواضيع التي تطلعونها ضمن جريدة الخبر من يومية الخبر إلى جريدة الموعد وعنونات بالبنط العريض توافق في وجهة النظر بين الجزائر وإيران لنصرة القضايا العادلة وحفظ الاستقرار الدولي والرئيس تبون يؤكد في تصريح مشترك مع نظره الإيراني على ما جاء في العنوان كما عادت اليومية على صدر صفحتها إلى قمة الغاز الناجحة بامتياز والتي من شأنها أن تعزز أكثر كلمة الجزائر تطالعون أيضا في مواضح أخرى بوغالي يهني رئيس الجمهورية على نجاح القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز والنجاح أضحى ملتصقا بمختلف التظاهرات والفعاليات التي تحظى باستضافتها الجزائر تطالعون أيضا في عنوان رئيسي أتت به يومية الموعد العقاب يدعو إلى وضع استراتيجية إعلامية عربية كفيلة بتقديم المعلومات الصحيحة وتطالعون في هذا العنوان نقاط مختلفة تأتيكم في هذا المقل دعا وزير الاتصال والإعلام محمد العقاب إلى ضرورة وضع استراتيجية إعلامية عربية كفيلة بتقديم المعلومات الصحيحة والكاملة والآنية للمواطن العربي مستدلا في هذا الإطار بالتضليل والتغليط الدول الذي يطبع التغطية الإعلامية الغربية للعضوان الصهيوني على قطاع غزة بفلسطين وهو ما اعتبره مثالا حيا سابقا له في التاريخ من حيث التضليل والتغليط الدولي وخلال كلمة له بمناسبة افتتاح الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندس الإعلام والاتصال لاتحاد إذاعات الدول العربية أوضح العقاب أن هذه الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز السيادة الإعلامية العربية ستكون سدا منيعا أمام ممارسات التعتم إلى جريدة المساة وتطالعون فيها ما يلي الجزائر إيران نحو شراكة ماتينة وعزم على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى الإرادة السياسية المشتركة عادت يومية المساة على الصفحة الأولى إلى اللقاء المغاربية الثلاثي الذي سيعقد كل ثلاثة أشهر والبداية أكيد من تونس والفريق أو الشنغريحة في زيارة إلى قطر لحضور معرض ومؤتمر الدوحة نجاح القمة يضاف إلى سلسلة انتصارات الجزائر كما تقرؤون أسفل الصفحة الأولى في عنوان رئيسي إعلان الجزائر خارطة طريق لاستقرار الطاقوي العالمي نبقى وإياكم ضمن يومية المساء واخترنا لكم منها هذا المقال الذي عنونا كالتالي موافقة بالإجماع على مشروع بيان جزائري بمجلس الأمن أي نوافق أعضاء بمجلس الأمن بالإجماع مساء أول أمس على مشروع بيان صحفي اقترحته الجزائر عقب المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة ضد المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا بانتظار الحصول على مساعدات إنسانية وأصدر المجلس بيانا صحفيا حول الأحداث الدامية الأخيرة جنوب مدينة غزة منددا بالمجازر الأخيرة إلى يومية المصار العربي وتقرؤون فيها ما يلي أمريكا يوم للإبادة الفلسطينية وآخر للبسكويت الوجه الآخر للولايات المتحدة الأمريكية كما تقرؤون أيضا رئيس الجمهورية يؤكد عظمه على الارتقاء بالتعاون مع إيران وقنوات التلفزيون مطالبة باحترام خصوصيات شهر الرمضان كأبرز عنوين أتت بها يومية المصار العربي وتطالعون في فحوى هذه الجريدة هذا المقالة لاحتلال النازي يواصل استهدافه لقوافل الإغاثة في غزة يواصل جيس الاحتلال النازي استهدافه لقوافل الإغاثة في غزة آخرها شاحنة مساعدة لأحدى الجمعيات الخيرية الكويتية في مدينة دير البلح حيث ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بجروح وعن هذا الإجرام المتواصل للاحتلال إسرائيلي قالت حركة حماس الفلسطينية في بيان تلقى المصار العربي نسخة منه هو تأكيد وإصرار من الكيان المجرم على المضي قدما في حرب الإبادة والتطهير العرقي والتي أحدرك إنها التجويع الممنهج وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة إلى الصحف العربية وإلى يومية القدس التي عنوانت صفحتها الأولى بمختلف المواضيع أبرز موضوع إسرائيل تواصل استهداف البطون الجائعة وتدهس غزاويين بالدبابات وعشرات شهداء في قصف قوافلة طالب المساعدات ووفاة المزيد من الأطفال بسبب سوء التغذية دون أن ننسى مختلف المواضيع التي تأتيكم بها يومية القدس العربي من الصحافة العربية إلى الصحف العالمية وعادت يومية لوفيغارو إلى موضوع وطني وكتبت الحكومة الفرنسية تتحدى التطرف الإسلامي على ما جاء أو حسب ما جاء في هذه اليومية خاصة أن هذه المبادرة أتت قبيلة أو أيام قليلة قبل احتضان باريس لألعاب الأولمبية كما تطالعون في موضوع آخر تطرقت عفوا إلى الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وكتبت عن الكارثة والإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ينتهجها لاحتلال الصهيوني بقطاع غزة وبيومية لوفيغارو نصل وإياكم إلى ختام معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء إلى اللقاء لكنا على النعلي في بداية الحلقة وموضوعنا لنهار اليوم يحكي على الحجر سنتعرف على الأحكام والشروط والإجراءات وعقوبات التجاوز في القانون الجزائري أكيد باش نناقشوا هذا الموضوع باش نعرفوا كل هات التفاصيل رايحاتنا معنا ومعكم مشاهدين الأكاري مصباحة اليوم المحامية نبيلة واضحي الغنية عن تعريف صبح النور صبح الأنوار أستاذ وشكرا لقبول دعوة البرنامج خلاص ناس والفاتك تعول تعليك ولا تسنك وتسخصي عليك والله نجابك بليزر يعطيك الخير أستاذ سباح الخير لك سباح الخير لكل فريق الشروق ولكل المشاهدين يعطيك صحة أستاذ أكيد موضوع مهم جدا بالنسبة للناس وهو موضوع الحجر بداية أنه ربما ناس بزاف تعرف الموضوع ونسب بزاف جهة المصطلح غريب باش نفصلوا ونعرفوا ونبسطوا الناس والمشاهدين باش يفهموا أكثر الموضوع واشنه هو الحجر فعلا الحجر باش نتمكنوا من تعريف الحجر نذكروا بعض الأمور هو الإنسان لما يبلغ سن الرشد سن الرشد حال هو 19 سنة في القانون الجزائري لما يبلغ سن الرشد يعتبر كامل الأهلية لأداء كل حقوقه ومبارسة كل حقوقه المدنية لأنه ربما نتكلمه على الجانب المدني الشخص طبيعي نعم الشخص اللي يكون ما عنده حتى عارض من عوارض الأهلية هذا الشخص له عادي إنما الشخص الذي يكون مصاب بالجنون أو السفة أو العتة هنا يعني يتم الحجر عليه يعني يمنع من ممارسة حقوقه المدنية ويمارس هذه الحقوق شخص يعين يسمى المقدم يعني هذا الشخص ينوب عليه في ممارسة تلك الحقوق لماذا؟ نقوله علاش هذا لحماية المحجور عليه لأنه هذا المحجور عليه إذا كان مجنون كيفش رح يتعامل في الأمور صحة سؤال ربما يطرح نفسه والناس مزافي جي في رأسهم وشنو هي الأسباب اللي تخلينا نحجره على شخص معين الأسباب أنه أولا أنه يكون هذا الشخص يكون مصاب بالجنون نعرفه أنه الجنون عنده عدة أشكال كين الجنون كما أقوله مئة بالمئة يعني معوق ذهني مئة بالمئة يكون من ذوي الإحتياجات الخاصة كما أقوله إحنا هذا الشخص المجنون قلنا ما يقدرش يمارس الحقوق داعه ما يقدرش حتى نعرفه أنه كين منحة المنحات على المعوقين هذا المنحة هذه ممكن يروح يجبدها ما يعرفش ممكن يعني لازم نعينه شخص اللي هو يتولى الأمور دياله يعني باش نبسطه ونفهم يفهم المشاهد لهذه الأمور القانونية لازم هذا الشخص هو وليتولى الأمور دياله يعني نعينه لهم مقدم كذلك السافيه السافيه شون هو السافيه السافيه هو اللي ما يعرفش يتصرف في الأموال دياله نعطيك مثال نعطيك مثال هذا داخل في السافاء وداخل تاني في الجنون مثلا نعطيك الأمراض الذهانية مثلا كين كما لبيبولاغ بعض الأنواع من لبيبولاغ تنائي القطب مش كل يعني بعض الأنواع يعني تكون درجة متقدمة حلبي الكوشي ديرو كين ديفام باعوا الممتلكات تتحهم كانت وحدة هكذا حكيلي عليها بسكات باعت الممتلكات تتحها بش حال باعت برطمها في باب الوايد بخمسين مليون وخرجته بدأت ترمي في هدوك الدراهم يعني هاد الشخص باش نتجنبوا هاد الأمور هاد وما لازم هاد الشخص راهو يعتبر سافيه ويعتبر مريض لازم يتعين شخص هو اللي يتولى الأمور تاعه وإلا يضيع كامل الأموال دياله ويضيع الحقوق دياله طيب أستاذة لو كان يكون شخص قاصر يعني مصاب بواحد من الأسباب والعوارض اللي تخلينا نحجره عليه سؤال وجيح في هالحالة شكونا يتصرف في أمواله وكيفاش يتم التصرف فيها أيضا نعم لما نتكلموا هكذا يوسف لما نتكلموا على القاصر نحن أساسا نقوله قاصر يعني ما يقدرش يمارس الحقوق دياله حتى لو كان مريض يعني كان إنسان عادي ما يقدرش يمارس هذه الحقوق دياله عند القصر ما نعتبروش ما نقولوش كلمة الحجر لأنه الحجر يشترط المحجور عليه يشترط أن يكون بالغ سن الرشد إنما القاصر شكونا يتولى الأمور تاعه يتولى الأمور تاعه الأب دياله الولي دياله أو من له الحضانة لأنه اللي عنده الحضانة راهوا عنده الولاية أو من له الحضانة كذلك الوصاية يعني عند القصر لا يسمى حجر لا يسمى حجر الحجر يكون دائما عند البالغ اللي مصاب بأحد عوارد الأهلية اللي هي الجنون أو السفه أو العته أو أصيب بها لاحقا معنتها هذا شخص كبير كان لبس عليه كان بعقله ومن بعد مرض طاح مرض تعرض لضغوطات ربما أكبر الحق السن المعين الحق لا يزايمغ بدأ ولا ينسى ولا يعني يتلف كما يقولوا إحنا الخرف هذه الأمور كامل تقدر تدخل على المحجور عليه جميل طيب أستاذة راح نواصل الحديث على هذا الموضوع أو في هذا الموضوع تحديدا لكن خليني فقط نفتح البجال للمشاهدين الأكريم إذا حبوا يشاركوا معنا في هذا الموضوع يتعرفوا أكثر على التفاصيل يطرحوا أسئلة ويتلتقوا أكيد إجابة وتوجيهات من المحامية اللي راح أضروا معنا ما عليكم أن يتصلوا بنا عبر رقم الظاهر أسفل الشاشة اللي هو 021-789-71 021-789-71 هو رقم البرنامج رانا في انتظار اتصالاتكم نرجع أستاذة إلى الموضوع ديالنا ومن أهم الأسئلة اللي لازم نعرفها الناس وليعرفوا الإجابة ديالها وهي كيف ترفع دعوة الحشر فعلا دعوة الحجر يعني هي دعوة ترفع أمام قاضي شؤون الأسرة يقوم الشخص من يعني اللي عنده المصلحة أنه يحجر على المحجور عليه على هذا الشخص يقوم يرفع دعوة أمام قاضي شؤون الأسرة قاضي شؤون الأسرة راح يعين خبير هذا الخبير يتأكد أنه هذا الشخص فعلا راه فاقد الأهلية معناتها يتأكد إذا كان خبير يعني يكون خبير الأمراض العقلية يتأكد إذا تأكد أنه هذا الشخص راه مصاب بأحد عوارد الأهلية يعني سواء جنون أو سفه أو غير ذلك أو حتى خارف أو لايزايمر اللي يخليه ينسى كما قلنا إذا تأكد الخبير من هذا الشيء اللي هو راه مختص راح يعيق يحرر خبرة هذه الخبرة تثبت أنه هذا الشخص فعلا يجب الحجر عليه وبالتالي قاضي بعدها يحكم أنه يعين له مقدم شكون هو المقدم كي نقوله كلمة مقدم هو المقدم هو اللي يكون مسؤول ويتولى يعني شؤون تعهد المحجور عليه يعين مقدم وهذا المقدم هو اللي يتولى شؤون المحجور عليه طيب أستاذة كيف يتم تعيين واختيار المقدم مثلا نفرضه على سبيل المثال أب عنده أولاد بزاف ربما وكل واحد يحب يدي الوصاية على أب ديالو في هذا الحالة كيف يتم تعيين واختيار المقدم فعلا هذه نلقاهها نلقاه مشاكل هنا نلقاه مشاكل لما يكون الأولاد يكون الأولاد والبنة يعني كل واحد يقول لك أنا لنكون المقدم على باب علش أنت اللي تتولى إدارة شؤون المالية أمواله أو وتكون مشكلة كبيرة لما تكون الزوجة مثلا تكون مرتباباهم زوجة الأب هدية هي تقول لك أنا لنكون مقدم عليها في حين أن الأولاد يعني طبيعا ما رحش يقبلوا يقولوا لها لا نحن لنكونوا مقدمين هنا القاضي وش يدير؟ هنا القاضي يقوم بإجراء تحقيق هذا التحقيق راح يستنتج فيه شكون هو اللي عنده المحجور عليه علش كنا هذا الدعوة تكون لحماية حقوق المحجور عليه مشي باش نسلبوله الحقوق دياله بالعكس أنه لازم نحميوه وبالتالي القاضي عنده السلطة التقديرية هو اللي يشوف شكون هذا الشخص اللي فعلا قادر يحمي هذا المحجور عليه اسمها فقط أستاذا قاطعك راح نتعرف على وشنو هي الأسباب اللي يعتمد أو للنقاط اللي يعتمد عليها القاضي في اختيار المقدم لكن خلينا نستقبل مكالمة هاتفية باش ما نطولوش على المشاهدين ونقولوا آلو صباح الأنوار آلو صباح الأنوار شكون معانا ومنين أم هارون طيف يلا تحييلك كل ناس طيف لرا تشوفنا صبيحة أنيو الحمد لله فين عموونتي لباس والله لباس الحمد للأخو يلا كم يقول لها إن شاء الله كم يقول لها نعمة دايما إن شاء الله اللهم أمين يا ربي تفضلي بسؤالك رانا في الاستماع أنا مع الأستاذ راني تبعتها مليح واسمعتها واس حضرت على مثل إن واحد فيكون نياب المياه كم نقول إحنا أبقى عصر طول وواحد كم نقول أبقى أنا الزوش تعي ما يهدرش هاقلة ما يهدرش عقله الحمد لله عقله نورمال يعني عندي عندي ما يستس أوليك الله يبارك الله يبارك 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 يكون في حصة إن شاء الله هو كم نقولها نورمال هده مستين يرطاب له هكذا طابل له نطلب فقط من غرفة التحكم يزيدون شوية فقط في الصوت باش نقدرون نسمعوا الاتصال بشكل واضح من فضلك شكرا يلا قد لك نقول لها المرة جه واحد قاسر بسهد قاسر سيمة وفضح شوية هكذا كم نقولها جه واحد ما يهدرش تاني ما يهدرش ها ما يهدرش صار قال له نشري لك نشري لك طمع بي اه بعد الزوج تساعي قل لك صح نسكيني قل لك تساع الجمعية رح يشري لي طمع بي هذو سعلي اقتصاد الله كيفة شغول مشاتين فيه الله كيفة ما فهمتش اه من بعدها بشوي بشوي بدأ يصغل فيه هو واحد معه واحد واحد كان يخدم في البوستة خطاش عندي كم نقول الوقت على البوستة اه تقريبا اني فهمت سؤال سيدة الكريمة سمعيني سيدة الكريمة شغول انت بطرجمان يترجم لهم هذو اللي لما تفهم لطرجمان طيب سمعيني فقط سيدتي نبيل سيدة الكريمة سؤال تاعد انت درتله الحجر ولا مازال ها هضري هضري ها رفعت دعوة عن حجر ارفعنا رفعنا بلت اقول هارا شكابي وهم بعداتي سيدة الكريمة سؤال تلك دخل في دعوة نصب الإحتيال هذا شيء آخر ربما نتكلمه نسألك إذا كنت تعينتك مقدمة علي أو عينتوله حضرته علي أو عينتوله شكو المسؤول على الممتلكات والإدارة ديالها ما عيني ليش إن شغول حجبه إيه ديك نغل الزج سائل أو يرعاني ما يقام مش بدعمه نعم خليني نجاوبك سيدتي الكريمة ديالله أبقى في الاستماع راح تسمعي إلى نصائف وإرشادات سيدة خليني نجاوبك نعم سيدة الكريمة أنت زوجتك قلت أنه ليس بمجنون الحمد لله لكن هو ما يتكلمش نعم اسمعيني برك قلت أنه لا يتكلم ويتصرف براء أنه تصرف في أمواله بسفه احنا قلنا أنه كذلك ليس المجنون فقط الذي يتم الحجر عليه كذلك السفه شكون هو السفه السفه اللي ممكن باش نبسطها نقوله تقدر الناس تكلخلو تدي له دراهمو يقدر يصرف دراهمو في أمور بسيطة ويصرف دراهم كبار عليها هذا الشخص ممكن الحجر عليه ترفيع دعوة قدام قاضي شؤون الأسرة اللي هو رح يعين خبير هذا الخبير في الأمراض العقلية هو اللي رح يقرر إذا في الخبرة إذا كان زوجتك سفيه أو مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية يمكن أنه تحجر عليه وبالتالي تعين له مقدم يقول لي هو ما يقدرش يتصرف هذه الأموال تاعه المقدم هو اللي يتصرف في تلك الأموال وهل في هذا الحالة يقدروا يسترجعوا الأموال اللي تم سرقة حولة تتحايل عليها؟ هنا دعوة أخرى هنا نروحول دعوة شكوى في الجزائي يعني في النصب والاحتيال لأنه تم النصب عليه والاستيلاء على أمواله يقدروا يسترجعوها نرمال أكيد أكيد نعم كي يصيبوا للشخص اللي ينصب عليه هنا ما كيش مشكلة إنما في دعوة الحجر أنا جاوبتها للسؤال تحا في دعوة الحجر أنه ممكن أنه تتحجر عليه لأنه قلنا الحجر ليس بالضرورة أن يكون الشخص مجنون القانون دخل كذلك السفيه والمعتوه هنا يمكن الحجر عليه جامل أستاذة في هذه الحالة تسترجع أموالها بطريقة قانونية بطريقة عادية لكن كل الخطوات اللي ديالها لازم تحجر على زوجها نعم تحجر عليه بهذا لما توليها المقدمة تحميه إنه ما يزيك يتصرف الأموال الأخرى بسفة هو يزيك يضيع الأموال دياله جامل يعني إجابة شافية ووافية أستاذة إن شاء الله نواصلوا الحادث في هذا الموضوع تحديدا نرجعوا على كيف يتم اختياره وشنه هي المعايير ليعتمد عليها القاضي في اختياره نعم هو القاضي هو اللي عنده السلطة التقديرية مثلا القاضي يكون زوج إخوة ويكون واحد فيهم هو اللي راه عنده هذا المحجر عليه راه عايش عنده ولو يتولى الأمور دياله القاضي راح يقدر كيفاش اسمى الإخوة الأخرين اللي راههم بعد هم يعينهم كمقدم واللي راه لاتي به واللي راه لاتي بالأمور دياله وما ما شهو يعني بالتالي القاضي راح يشوف هاد السلطة التقديرية ترجع له وكيف يعرف القاضي القاضي سيجري تحقيق لأنه نعرفه تقولنا دائما لحماية مصلحة المحجور عليه يعني بهذه الطريقة ممكن أن القاضي يعين ذلك المقدم إذا كان هناك نزاع نقطة أخرى ربما على ذكر النزاع في آخر كلمة قلتها أستاذة وهو النزاع اللي دائما يكون بين الأولاد خلينا نقول على ممتلكات الوالد أحيانا يكون واحد تم تعينه من طرف المحكامة كمقدم على الأب والأب يكون عنده ممتلكات يكون ما شاء الله عليه يعني يبرز قوة خيره كما نقوله ولكن أحيانا يكون فيه تلاعب هذا الإنسان المقدم ما دهش ربيه فبالتالي يروح يبيع الممتلكات يقول لك قبل ما يتوفى الوالد ديالي بما أنه أنا المسؤولة عليها فيبيعها بهدف حرمان الإخوة من الإرث مستقبلا ولا فقط يستغلها مربما يعني الحمد لله لا المشاريع الجزائري ما غابتش علي هذه النقطة صح هو عين هذا المقدم لهذا المقدم ممكن أنه يتصرف في أموال المحجور عليه لكن القانون حدد نقاط وحدد أمور التي لا يمكن للمقدم أنه يتصرف فيها واشنوه هي؟ واشنوه هي؟ هي بيع العقار معنتها لازم يدي الإذن من عند القاضي لازم القاضي اللي يطاله الحج القاضي شؤون الأسرة يدي من عنده الإذن في أمور عدة اللي من هي محددة من طرف القانون واشنوه هي؟ بيع العقار يعني أي عقار مثلا عنده برط ما عنده فيلا عنده أي شيء عقار يسمى بالعقار عنده قطعة أرض عنده ما يقدرش يبيعها له غير لإذن من عند القاضي كذلك إذا كان رهن هذا العقار واش معنتها الرهن؟ نعرف أنه يروح يجيب بقرض ويرهن هذا العقار هذا دياله بالتالي هنا كذلك لا يمكنه رهن هذا العقار إلا بموجب إذن من عند القاضي كذلك إيجار العقار لفترات تتجاوز ثلاث سنوات هنا لا يمكن كذلك كذلك قسمة العقار لأنه هذه القسمة كذلك لا يمكن يعني العقار بشيء يقسمه كل واحد يدين هنا لا يمكن قسمة أو يبيع جزء لا يمكن قسمة هذه العقار إلا بإذن من القاضي الحالة الأخيرة لما تكلمنا غير على العقارات تقول أنت يا عنده منقولات عنده سيارات عنده أمور منقولة هنا كذلك أمور منقولة هامة يعني ذات قيمة مالية كبيرة هنا كذلك لا يمكن أن يتصرف فيها إلا بإذن من القاضي وبالتالي الناس اللي يدير في بلها أنها طرح تحجر على الآباء تحها من أجل الإسطيلة إذا كان عنده ورث وعنده يقولك أنا نستالي كامل على الأموال تاعة ونديهم أنا نحن نقول لهم أنهم حسبهم رأوا غالط غير ممكن أكيد بالنسبة للناس اللي عندها أموال في ألبونك هل يقدر يستغلها المقدم أو لا يقدر يجبدها يقدر يجبد في حدود يعني إذا كانت القيمة المالية كبيرة ما يقدرش يتصرف فيها بدون إذن من القاضي طيب في حال تزوير بعض الوثائق ومنها الإمضاء تعل الأب ولا من أجل الاستغلال في هذا الحالة مثلا أيضا تزوير شهادات طبية من استعمالها في مختلف الحمد لله كذلك القانون يعني في دعوة الحجر في عقوبة ما راهيش هكذا كذلك في عقوبات إذا تم التزوير يعني أنه دعوة الحجر صعيب أنه يتم فيها هذا أنه علاش القاضي مش راح ندوله شهادة أنه هذا الأب راه مريض أو راه مجنون أو راه يروح يحجر عليها القاضي يدل له الحجر ويعين له مقدم لا القاضي دائما يعني أنا ما جزت شعلية حتى دعوة إلا إذا كان القاضي عين خبير وهذا الخبير راه مختص هذه الخبرة هي اللي راح تثبت إذا كان هذا الشخص مصاب بعارض من عوارض الأهلية أو لا وبالتالي صعب أنه الإنسان يتقدم بدعوة ويثبت أنه حجم من خلال الشهادة الطبية فقط طيب أستاذة علاش كثرت مؤخرا دعاوة الحجر في المحاكمة الجزائرية واللي نسمع لها بشكل يومي في هذا بكري كنا من سمعوش على هذا الأمور فعلا كثرت حقيقة من خلال يعني احتكاك بهذا المواضيع وبالمواطن أيضا فعلا نحن على بالك كعن نديره قضايا شؤون الأسراء لأنه قضايا شؤون الأسراء دخل فيها كل ما يمس الأسراء كل الأمور تع الميراث إلى غير ذلك دعاوة الحجر دايما يسبقوا فيها هالدعاوة الحجر كانت زمان تمتم يعني ربع ساعة أو لا تنتهي القضايا الآن أحيانا توصل إلى ساعة أو ساعة أو شوية لأنه كثرت هذا الدعاوة علش كثرت هذا الدعاوة؟ لأنه نعرف أن الناس المصابين بعوارة الأهلية مثل الناس المجانين أو الناس اللي عندهم إعاقة إعاقة ذهنية هنا والله كانوا زمان يخلصوهم كانت الأموال تعالى المعاق كانت أموال بسيطة لما الدولة الجزائرية في إطار سياستها الاجتماعية المفروض أنهم عندهم ديميل دينار مليون سنتيم مليون مليون سنتيم مليون وبالتالي هنا لازم الإنسان المجلوم لا يقدرش يروح يدي كارديدون دي تتاعه ويروح للبسطة ويجبد دراهم لا هنا لازم أن هذا الشخص هدايا يكون المقدم دياله هو اللي يحل محله وهو اللي يتولى هذه الأمور دياله وبالتالي لهذا يعني ولت مطلوبة ولا مطلوب أن يكون مقدم بالتالي كثرت الدعوات على الحجر للأسف الشديد أستاذة أيضا نروح إلى طيب نحكو أيضا أستاذة على المنحة المنح المعينة نعم المنحة أنه إذا كان هذا الشخص يعني مصابقنا بعوارد الأهلية ويمددوا له منحة هذه المنحة ما يقدرش لأنه لك شخص مجنون يرحم بابك راه مسكين هو ما يعرفش الأمور ما يعرفش منبه كيفاش يكتب هذا الشيك صح ما يعرفش منبه كيفاش يتصرف في تلك الأموال في هذه الحالة ربما الأشخاص الذين يتحضر عليهم يكون عندهم منحة مقدمة من الدولة الجزائرية في هذه الحالة كيفاش تبقى تمشي المنحة ولا تتوقف ولا يستغلها المقدم ولا يستغلها الأبناء لا 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 هذه المنحة هذه دياله أو حتى الشهرية تاعه إذا كان متقاعد نهضره ما نهضرهش عن المنحة فقط نهضره عن المنحة الممنوحة من طرف الدولة نهضره على لاغوة خاتفة هذا الإنسان إذا كان شخص متقاعد يعني كان بعقل وكان لبس عليه ومبعدتك مرض هنا هاد الشخص ما يقدرش هو لي رح يجبد الأموال تاعه وحتى يا سيدي رح هو وجبد الأموال تاعه وده الكارديتون ديتي وده ممكن هاد الأموال يضيحها في حين انه هاد الأموال يسحقها بشي تصرف عليه للأجل الأكل تاعه المصروف دياله اللبسة تاعه طبيب دياله هنا هو ممكن انه يضيح هاد الأموال بالتالي المشرح عين هل لش قلنا الحكمة من هاد الحجر انه حماية المحجور ماشي باش نضروه ولا ندوله دراهمه ولا انه باش نحميوه نعينه شخص اللي عنده مصلحة وليكون ثقة هاد الشخص هو اللي رح يتهلى فيه ورح يقوم بالأمور دياله وبالتالي هو اللي يجبد هاد الأموال تاعه هو اللي يتصرف فيها يمدلو مثلا إذا كان يعرف يصرف ويعرف يخرج يمدلو باش يصرف و تلك الأموال الأخرى ينفقهم عليه جامل أستاذ وصدنا رسالة على مواقع تواصل اجتماعي كذلك أثناء قاتلك سيدة أستاذة من فضلك جاوبوني على هذا السؤال في حال ما يكون شخص محجور عليه من طرف الإبن الأكبر ويحب يبيع قطعة أرض أو حاجة من ممتلكات الوالد في هذه الحالة هل ضروري أنه الأولاد كلهم يسمعوا باللي رح يبيع ولا ما يسمعوش لا أكيد احنا قلنا أنه قلنا أن المحامة تفوت على محامة على العفوة على القاضي واللي يقرر ولكن هل يطلب من الأسرة والعائلة كل يحضروا قبل الموافقة أولى على بالك القاضي هو اللي يتولى هاد الأمور راهو عنده السلطة التقديرية راهو يعرف كيفاش يصير هاد الأمور إذا كان عنده أولاد رح يحضروا هاد الأولاد القاضي كيروح له بشي يبيع يجب يقدم له القاضي هذا رح يدير تحقيق بالتالي لما يدير تحقيق يكون فوكي هاد الأولاد يعرف هاد الشخص النية وليش رح حبي يبيع هاد العقار وبالتالي ما هيش سهلة أنه نتصرفه سواء في أموال القاصر أو في أموال المحجور عليه يعني كين ضواب تحددها القانون باش علاش باش نحميه نحميه حقه هو ونحميه حق يعني الورثة من بعده يعني بعد وفاته بعد عمر طويل إن شاء الله طيب أستاذة بالنسبة للعارضة اللي يقدموها من أجل الحجر في القانون على ما تحتوي ولا للدوسي وش لازم يكون فيه الدوسي يكون فيه شهادة طبية حتى أنه القادمة رحش يعتمد فقط على تلك الشهادة الطبية لكن يعني يقدمها باش يثبت أنه هذا الشخص راه مريد راه مجنون أو غير ذلك كذلك يقدم تلك العارضة يسجلها أمام المحكمة يقدم شهادة الميلاد يقدم ما يثبت علاقة المقدم يعني الشخص اللي حبي يحجر عليه بهذا المحجور عليه يثبت أن تثبت أنها الزوجة تاعه أو يثبت أنه وليده أو تثبت أنها بنته يعني علاقة القرابة اللي تربط بيناتهم هذه هي الأمور اللي يقدموها للقاضي شكون هما الأشخاص المؤهلين لباش يكونوا ربما مقدم كل من له المصلحة يعني هما غالبا يدخلوا في الأقارب يعني الأصول أو الفروع أو الزوجة يعني ما كاش ترتيب ما كاش عنده ترتيب أنه هنا مرنش كيما الأمور مثلا الحضانة وغير ذلك ليكون فيها ترتيب هنا ما كاش ترتيب قلنا القانون خلت سلطة تقدرية للقاضي يعني يفتح له المجال أنه قلنا إذا كان ما كانش هناك نزاع القاضي رح يشوف أنه إذا كان هناك نزاع القاضي رح يدير تحقيق ماشي معندها التحقيق أنه يكون فوكي الناس يكون فوكي العائلة تاعه يكون فوكي هم يدير تحقيق عند من رهو عايش هذا المقدم عند من رهو عايش هذا المطلوب المحجور عليه هذا المقدم كيفاش القاضي رح يلاحظ الكمبوكتومو تعهد يعني التصرفات والذهنية تعهد ليو يطلب الحاجر يعني قلنا السلطة التقدرية للقاضي اللي هو رح يحدد هاد أولئي الأشخاص جميل طيب في حال ما هذا الأب كان عايش عنده واحد من الأبناء هل هو عنده الأولوية في السلطة التقدرية للقاضي هي قلنا ليس بالضرورة ليس بالضرورة لكن القاضي رح يرجح مثلا قلنا أنه هذا الشخص رح عايش عنده هو لو متهلي فيه منذ سنوات أوتوماتيك ما رح يحكم له له لكن ليس بالضرورة قلنا ما كاش ترتيب وما كاش الشيء مطلق تبقى السلطة مفتوحة للسيد القاضي شكرا لك سيدنا بلا وضحي على كل المعلومات المقدمة صباح اليوم لأنه حقيقة الموضوع مهم جدا للمواطن الجزائري وهو موضوع الحجر لتناولها لهار اليوم في الختام نشكركم مرة أخرى لا عفو لا عفو والله غير أفك بليزيغونا نفرح كي نقدم هكذا معلومات نحسها بلاحة راح تفيد المشاهد حقيقة أكيد خاصة لما لمسوا تفاعل الناس من خلال صوش الميديا ومن خلال أيضا اتصالات للجيناء في كل حلقة على فقرة القانون يعطيك صحة أستاذة ونتلقى في أعداد أخرى ربي حفظك شكرا يوسف شكرا لكم للمشاهدين معكم برنامجنا اليومي الصباحي وللحديث أكثر مشاهدنا لا فاضل عن مشروع أو عن صالون الجزائر الدولي البلاستيك وطبعاء والتغليف رايح حضر معنا صباحة اليوم ومثلة عن الصالون السيدة السهام أبا زار أهلا وسهلا بك لقبول وشكرا لقبول دعوة البرنامج اللي سلمك صباح الخير صباح الأنوار يلا الناس بزاف رايح حابة تعرف على هذا الصالون وشمن طبعاء حكوا شوي عليه نعرفوا الناس أيضا على بنامج اللي حناية الطبعة الثامنة ولكن الناس حابة تعرف أكتر وأكتر تفاصيل حكينا شوي على هذا الصالون هذا الطبعة الثامنة للمعرض الدولي للبلاستيك والتغليف والطباعة سيقام في المعرض في قصر المعارض سافيكس من 4 إلى 6 مارس بالجناح A أهاجار والسي القصبة وهذا يعتبر من أكبر طبعات لأنجزت الله يبارك ما شاء الله ضم 290 عارض في هذا الطبعة 220 دولة 220 دولة ما شاء الله يعني عدد كبير وعدد هائل من هذا المشاركين أكيد 290 عارض كيف قلت لك 222 دولة مرانيش غالط يلا لأنه عدد كبير ما شاء الله شركات بزاف رح يكونوا حاضرين معكم فضروري جدا تعرف الناس مدى و حجم هذا الصالون اللي رأكم تقوم ببداية أنه وش يختلف هذا الطبعة وش تختلف هذا الطبعة بدعة باقي الطبعات الأخرى هذا الطبعات تختلف يعني قلت لك بكثرة العارضين وأيضا نسبة كبيرة من العارضين الجزائريين أعكزت على الجزائرين الشاركي الجزائريين هذه الطبعة في هذا الطبعة يعني تعتبر هي رقم التنين بعد الصين مشاركة جدو جدو كبيرة من العارضين الجزائريين الآن الصين هي أكبر دولة عارضة في هذا الطبع ما شاء الله تبارك الرحمن نحكو شوي على البلاستيك وأهميته عندنا كجزائريين في المجتمع الجزائري وهل راح تركز على الكميات وعلى التقنيات الحديثة أو خاصة الصديقة البيئة خلني أن نقول نعم في هذا الطبع كثير من العارضين اللي حيكون عندهم ابتكارات ويقدموننا آخر ابتكارات لتقدم لنا لتقدم لنا كيفاش نقوله اللي هما أصدقاء البيئة أصدقاء البيئة أكيد اليوم كل الدول في العالم تعتمد على الأنظمة الحديثة والتي هي صديقة للبيئة خاصة أن نعرف أن البلاستيك يمثل نسبة كبيرة من النفايات في العالم ونحن الجزائريين يعني الجزائر عندنا أيضا إمكانيات كبيرة أنه نعاود ونسترجع هذا البلاستيك ونعاود ونثمنه ونستغله في أشياء أخرى حكينا شوي على اختيار العارضين وخيار العارضين اللي راح يشاركوا به في هذا على أي أساس تم اختيار أيضا العارضين المشاركين في هذا الطبع هذا العارضين حيكونوا يعني مختصين عندهم لهم صنع الماكينات كياني في اللاماتيار بروميار كياني كونوا في الأكسسوار وتزامنا مع هذا الطبعه حيكون عندنا ندوه اللي حت تكون يوم خمسة مارس وهذا في جناح سي وهذا الندوه حتكون حول إعادة التدوير جميل أهمية التدوير أو إعادة التدوير البلاستيك مهم جدا لجزائريين وللمجتمع ككل يلا نروح إلى نقطة مهمة جدا لازم نتحدثوا عليها وهي مدى أهمية حضور الشباب والناس المهتمة بهذا المجال والشركات الناشئة خليني نقول هل للشركات الناشئة مكان وحيز في هذا الطبعه وفي هذا الدوره نعم كاين يعني في هاد الندوه حتكون حنتكلموا على هاد الشركات المصغرة والناشئة باش تكون عندها مكانها إن شاء الله فيه في المارشي كما نقول و لهذا يعني طلبوا منهم يجوا يشاهدوا يجوا عندنا لهاد المعرض باش يتعرفوا على آخر الإبتكارات ويشوفوا وش كاين باش يتعرفوا على المارشي بيان كوم يلفوا طيب هناك التغليف والإنتاج والطبعه وغيرها هل اليوم إنتاج البلاستيك في الجزائر يعني نقوله أنه ينتج بكمية كبيرة أو لا نعم ينتج بكمية كبيرة هل في إحصائيات هل في معطايات هل في أرقام نقدمها للمواطن الجزائري لانو نشوف فينا مدى بنا يتعرف أكتر على هاد الأمور يعني هي من 2016 من هاد الستاشرة الأخيرة رجعت يعني كاين شركات كبيرة في البلاستيك والتغليف يعني راه تتزايد ولهذا احنا نعمل هاد المعرض باش تكون عندنا صديق يكونوا بزاف العارضين باش تكون شاركة العمل باش نزيدو نطورو في هاد المجال ما مدى أهمية هذا الاحتكاك اللي يكون بين الشركات الجزائرية والدول المشاركة واش رح يستفادوا أيضا من تواجدهم في هذا المعرض نحكي على الدول المشاركة والأجنبية خاصة نعرفوا أنه دايما ما نقول أنه هذا المصطلح نسمعه يدور عندنا بزاف أنه نستفادوا من الخبرات وشركات أجنبية واش رح تقدم الشركات الجزائرية للدول المشاركة خاصة أنه الجزائر يعني قوية في هذا الشي وراه تهتم وعندها توجه أيضا فيما يخص هذا المجال في المستقبل يعني حقيقة العارضين الأجانبين يقدموننا كما قلت المعارفة وكلش ونحن نقدم بتطوير هذا المجال سيكون لدينا عمل شراكة مع الشركات الأخرى وتقدر تكون فرص عمل علاقات لتطوير هذا المجال ويكون تصنيع أكثر في المستقبل جميل جداً نبدأ أيضاً لأدول المشاركة وشنهم المجالات اللي رح تكون حاضرة فيهم تحديداً في صناعة البلاستيك والتغليف والطباعة حتكون يعني ماكينات اللي حتصنع حيكونوا حاضرين ماكينات حديثة ماكينات حديثة حيكونوا تكنولوجي نوفيد تقنيات جديدة مستحدثة مستحدثة وحيكون أيضاً الأكسسوارات اللي حيتقدموا اللي حيكونوا اللي يتبعوا المكينات وكل هذا الشيء جميل نشوفوا مختلف المعارضة الدولية دائمة ما تكون على مستوى الجزائر العاصمة ما يعرقل نوعاً ما حضور بعض الشركات اللي ما يكونش عندها حظ في المشاركة هنا في الجزائر العاصمة ما فكرتوش يكونوا عندكم طبعات أخرى على مستوى الصحراء الجزائرية أو على مستوى الشرق وحتى الغرب الجزائري تكون دورات محلية بشكل الشركات الصغيرة لما تقدش تكون حاضرة معكم وتستفاد ويحبوا يكونوا حاضرين في هكذا صالونات يعني هي في الحقيقة هذا السؤال قدم كثيراً لكن بالرغم من أن المعارض موجود في الجزائر العاصمة يعني ثماني دورات في الجزائر العاصمة شركات مصغرة بل يقول لك ما قدرناش نحضروا ما كش عندنا الحظ بش نحضروا فما خممتوش إنكم تشجعوهم بش ديروا يعني معارض محلية بل في المستقبل إن شاء الله تكون دورات محلية لكن كما قلت لك رغم من أن الطبعة في الجزائر كاين وجود كبير للشركات اللي تجي من مختلف أنحاء الوطن جميل طيب بما أنه هذا المعارض كنت يقلت ولا ترقت النقطة مهمة جداً من خلال حديث وحيكون فرصة لتعاون بين مختلف الشركات إن كان وطنية أو حتى دولية بالنسبة للشباب المتخرجين من الجامعة حديثاً ولمهتمين بالصناعة وإعادة تدوير البلاستيك وغيرها هل رح يكون لهم فرصة إنهم يلقوا مكانهم في السوق ويلقوا أيضاً أبواب العمل المفتوحة لهم في الشركات الوطنية أولاً ومبعد الدولية تجتمع هذا اللي كما قلت لك كي ندوة حتكون غداً حتتكلم عن دور الشباب كيف حيكون مع الشركات المصغرة وكل هذا يعني يقدروا يجوه ويشوفوا كيف حيكون عندهم كيف حيقدروا يتعاملوا مع هذه الشركات وكيف حيكون الدورة تحتهم إن شاء الله في المستقبل رح تكون لهم فرصة لقاء والتعرف على كل هذه النقاط تعطينهم أهم التوجهات العارضين في هذا الصالون أهم التوجهات كيف حيقدروا أهم التوجهات يعني فحي متخصين تحديداً في الإنتاج والطبيعة والتغليف في البلاستيك بطالة عندهم الإنجكسون بلاستيك نرمال كاين الإكستروزيون سوفلاج كاين لسوفلاج محدود في الطبعة كاين الطبعة والتغليف والتعبئة طيب بالنسبة لإعادة التدوير خليني نقول البلاستيك يلا إعادة رسكلة البلاستيك هل تشوفي باللي الشركات والمؤسسات المهتمة بهذا المجال ناشطة في هذا المجال كافية لاستغلال كل المواد البلاستيكية اللي موجودة هنا يعني بطريقة عشوائية ولا مازال لازم يكون في مؤسسات أكثر وأوفر لاستغلال هذا الطاقة وهذا خليني نقول المواد كاين شركات موجودة لكن ما لهمش بلك ما عندهمش كيفاش رام يتعاملوا مع هاد ملقاوش كيفاش يتعاملوا مع هاد خلش بالرغم هذا ما زالنا نلقاوه دايما النفايات مثل البلاستيك وبارتو لأسف لما نلقاوها مرمية هكذا وما يستغلوهاش في الشارع للأسف الشديد لازم يكونوا شركات أكثر بلا كيك لازم يكونوا عندهم أمكانيات أكثر لأن عملية التدوير تحتاج أمكانيات أكثر بلا كيك لازم يكونوا عندهم تعاون ويتعاونوا بش يقدروا يطوروا هذا المجال طيب ما هي أهم توجهات الحديثة في التغليف والإنتاج والتدوير والطباعة وغيرها؟ أهم التوجهات الحديثة خليني نقول كما قلت لك يعني كاين نستعملوا كاين تدوير نستعملوا في التغليف هذه هما أهم التوجهات طيب يا جيميل هل عندكم معلومات إضافية تحبيت قدميهم للناس؟ ما قلناه ومشي تعرفوا أيضا عليها لأنكم تواجدين ثلاث أيام على مدار ثلاث أيام بصافيكس اليوم الرابع والخمس والسادس مارس من الشهر الحالي يعني غدوة وبعد غدوة ولمورة جديد في هذه الطبعة يعني ابتداء من العام المقبل ستكون الطبعة سنوية بعد ما كان المعرض يكون كل سنتين ابتداء من هذا الطبعة سيكون سنوية يعني من 2024 سيكون 2025 أو 2026 إن شاء الله وثانيا كان هذه الندوات للندوة اللي حتى تكون إن شاء الله يوم الخامس غدوة يوم الخامس في جناح السي في السافيكس حتى اللي حتى تتكلم عن إعادة التدوير يعني جميع الناس الفاعلين والمهتمين بهذا المجال يقدروا يستفادوا من هذه الندوات وهذه الدورات اللي ستقدم في هذا المعرض شكرا لك سيدة سيهام أبزار ممثلة عن الصالون الجزائري الدولي للتلسطيك والطبعة والتغليف كنت حاضرة معنا صبيحة اليوم للحديث عن الصالون كريم روح حاضرة معنا صبيحة اليوم فنان جزائري جنة من الغرب أو من أقصى الغرب الجزائري روح حاضرة معنا ومعكم إبراهيم بن عمر أهلا وسهلا بك وشكرا لقبول دعوة البرد شكرا لك سيدة جدا نكون اليوم في شروق الصباح شروق مورنينج في شروق نيوز إن شاء الله نتمنى وكلوا كامل بخير إن شاء الله شكرا لك إبراهيم أكيد لك حاضرة معنا جيتنا مباشرة من تليمسان مرة أني شغلت نعم من نضرومة من نضرومة تحديدا كيف أشغلت نضرومة وكيف أشغلت نضرومة أكيدنا على الأجواء في نضرومة أمطار الحمد لله اليوم أمطار خلينا الأمطار الحمد لله نضرومة معروفة كنت دلنا أيام مسرحية كنت جاهزة خطر لفاتس بمشاركة هذه دين الفنانين وكذلك طبعا دائما في طبعا في صغر المستمر إن شاء الله إن شاء الله يا ربي بالتوفيق وأن نجح نقوله مثلا تليمسان عفوا تليمسان معروفة بطابعها الفريد من النوعات بطابع التلمساني أكيد أكيد أنت حاول تتغير وتجدد في هذا الطابع وتضفي لمسة جديدة وتمزج بين التلمساني وأيضا الغربي خلينا نقول في الألبوم ديالك حكينا شوي على هذا الأرغاني اللي كانت في الألبوم على الشي اللي قمت بإيه نعم هذا الألبوم هذا اسمه تديوش يكتب مولينا عنوان تاو هو أولا الموضوع أنه كان حماته في الجزائر يقول صيف ناكلو القاتو خريف نروح أن البو قاتو فردت عليهم قلت صيفنا والخريف وقات ربي والحلاوة ذكر الله تعالى ما تكون أدوة بإذن الله في وين يديك مولانا هذا يعني جواب لهذاك المثل السلبي اللي هو سلبي وحاولت أني نعالج مواضيع عدة ووضعت يعني مديح ديني اللي هو نشاطنا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هذا اللي مستشمع بين الجاز وحاولت لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى كافة البشر وحاولت أني نوضع نوصل للأماهات أنهم يعلموا الأبناء أنت حمى سيرس النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعض المواضيع عالج موضع المخدرات كذلك ومواضيع عدة يعني مواضيع عدة في هذا الألبوم وكلها في فيزيومة بين الموسيقى الغربية أكيد مشاهدين الأفضل بالنسبة للناس لما تعرفش إبراهيم بن عمران نقول لهم أنه هذا فنان إضافة إلى أنه فنان مؤدي ويغني فهو أيضا كاتب للأغاني وينتعامل مع عدة فنانين نحكينا على أبرز الفنانين اللي تعاملت معهم في مجال الكتابة طبعا كتبت الأول عبد الحافظ حدو وأكتب اللي قال لي قاسني موضع يعني عاطفي وكتبت له موضع هادف المعنوان تعادلني في بالك هذا السجل في مدية نظرومة وكذلك تعلمت مع أولاد الحاج جيم غنية غنيتين هي نقافات والله يالله مولانا هادو كان يسجل في نظرومة جونا عندي وكتبت له مدية قصيد وكذلك مع الفناننا حسناء هني مدية حديني محلالية مفرح فيها الإنسان مير الباشر محمد عليه السلام كلهم الفنانين اللي تعاملت معهم ما شاء الله تبارك الرحمن مدى بنا نسمعوا مقطع من الأغاني اللي جبتها اليوم تفضل الميكروفون قدامه ونسمعه نطلبه فقط من غرفة تحكم تعطينا غرفة الله عفوا موسيقى الله الله موسيقى 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 انت معظيم اغفر لنا انت الكريم ارحمنا الله 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 انت الحكيم اشترنا انت الرزاق لا تبخلنا الله الله انت المليل ما تهمنا انت السلام اعفو علينا اولا 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 ما شاء الله أغنية في مديحة رسول الله مزيج بين الموسيقى الجزائرية في الغرب والجزائري والبلوز نحسوا اللمسة نسمعوها في الموسيقى ما شاء الله يعني عصرنات الأغنية التلمسانية خليني نقول أكيد الأغنية الغرب الجزائري موجودة بقوة عندها طابحة معروفة في العالم ونقول لو يدولوها في مختلف الحفلات نحكو أيضا اليوم سبحت اليوم على الأغاني الهادفة خليني نقول واليوم قضية الفلسطينية تشغل العالم ككل فما بالك الجزائري اللي تمثلوا هذه القضية ما لا يتجزأ مننا أنت كتبت على فلسطين أليس كذلك؟ طبعا المنقول فلسطين نقول هي توراة الانتصار أولا ونحن نعرفه منذ كنا صغار ونسمعه فيروز نسمعه الفنان وديع السافي في أغنيةه أبواب السلام وكذلك موطني اللي تلحن في 1934 من قبل الفنان الإخوة سالم وكتب النص من قبل إبراهيم طوقان هذا اللي يكتب الموطني وحاولت أن نوضع رمزيات باستعمال رمزيات لتعبيري على فلسطين لأنها قضية كذلك وطنية وعادلة يعني جزائر منذ قبل الاستقلال ونحن ندعم مع القضية الفلسطينية فنلاحظ مثلا ميصري الحاج لما اسمح في الحزب دياله وراح للمؤتمر بجناف لعقد مؤتمر بجناف حول القضية الفلسطينية قضية الفلسطينية اليوم يتأخذ الجزائر والثورة الجزائرية كقدوة لهم ويصير على نفس النهج حكينا شوية أيضا لا شؤولة كيفاش حتى كتبت هذه الأغنية وحكينا شوية أيضا الميزان اللي استعملته في هذه الأغنية تحديدا هو ميزان إفريقي عفوا إفريقي لأنه حاولت أن نجمع الكلمات اللي هي تناسب اللي هي رمزيات كما قلت سامة الصيف والخريف والبرد ولكن كلها تعبير تعبير عن النصري وتعبير عن التجوية تعبير عن كل ما تمر به القضية الفلسطينية فهي من طريق الميزان الموسيقي، ولكن ميزان في الأغنية في الكلمات؟ الميزان هو ميزان في الأفريقي، يعني ميزان إفريقي وأجي يجاي ما عبرت عن هذا الميزان? أعطينا بقتاع من الكلمات مقطع من الكلمات طبعا وما هو زمن فيه من النار التراب الذي المسخوة والأنه المدفون الاين ويرداء الناس الكوية لذلك يكبر السدد يمسجون و lid race يعني نقص بها لا م 보여드�رسوا ما هو زمن فيه من النار التراب وش هو هذا العالم اللي هناك الحروب والناس تموت يعني نتكلم على قضية فلسطينية وش هو الزمن فيه من الأطراب الماسخون والهوامدفون الماسخون يعني الناس دائما في صراع في صراع على شيء لابد أن يكون والي هو الحرية طبعا وش رايك نسمعوا مقطع من القصيدة نسمعوا الأغنية الوكيل بالميزان عنوان تعال الوكيل بالميزان أعطينا الكلمات الكاملة على القصيدة قبل ما نروح نسمع الموسيقى باش الناس تفهمها وش هو الزمن فيه من النار الطراب الماسخون والهوامدفون العين باردة والناس مكوية عشانها بتخراب البرد مسجون والورد مرهون هذا الصيف الوين وخمدت بالطراب إلى غير ذلك قصيدة طويلة جدا وش رايك نسمعوا مقطع منها ونسمعها من غرفة التحكم نطلبوا يعطونا فقط الموسيقى وإليك المايكروفون إخوانا في غزة كل اليوم الجزائريين يحاولوا أن يصلوا الضوء على القضية الفلسطينية من خلال كلماتهم من خلال أغانيهم وموسيقاهم يتمزج بين الموسيقى الجزائرية والإفريقية والموسيقى الغربية أكيد كلماتك والحاني كامونير 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 وهو طبعا غيواني يأخذونها في الغيوان الصوت والمجموعة كذلك لأنه هذة الأغنية العبيرية يعني ليس ملحون ولا أغنية العبيرية هذة في القلب غيواني طبعا لهذا ما نسمعه الكورا يعني هذة هي طبعا غيواني ولوكي الميزان جبتها من آية القرآنية تقول نصر من الله وفتحون قريب هذة الآية اللي يعني لوكي بميزان أن النصر لابد أن يكون إن شاء الله يا رب إن شاء الله إخوانا في قطاع غزة ما مش صور هذة الأغاني على طريقة الفيديو كليب خاصة أنه هذا النوع من الموسيقى ما يعتمد شنوعا ما على التصوير ولا على الفيديو كليبات لا لا حاولت أنه يكون إن شاء الله هيكون تكون أغنية تكون فيها المجل العالمي إن شاء الله في التصوير لأنه ما غاليش نبازع للأحداث كما نبازع للتعبير يعني الرمزيات رمزيات نعم شكرا لك إبراهيم بن عمر أكيد تركز على كل هذه الأمور وخاصة الكلمات اللي كانت جد جد معبرة وكنا مزيزة استغلنا الفرصة وسقسيناك عليها قبل ما تبدأ الأغنية هو للأغنية هادفة أنا ما كتبت حاجة إلا الهادف يعطيك الصحة إبراهيم بن عمر تحية كل الفنانين يكتبوا في الأغنية الهادفة ويغنوا أغاني الهادفة وشكرا لك لجيتنا من تلمسان مباشرة إلى سنوات الشروق المرنية تجد فرحني اللي تعرفنا عليك شخص طيب ما شاء الله وخلوق فنان مبدع عندك صوت ما شاء الله ربي وفقك وينجحك في مصارك الفنين تلقوا في أعداد أخرى وفي احتفالات أخرى تجي نورنا البلاطو لعطيك الخير السيد إبراهيم مرة أخرى أكيد مشاهدين الأكريم ما زلنا هنا إلى غاية العشرة إلا ربعا مستمرين مع باقي الضيوف لنرهم في الانتظار نروحوا إلى فاصل صغير ولنا عودة إلى الأستوديو بأزافيوش يالله دا مشاهدين الأكريم إلى فقرتنا اليومية الصباحية وعودة إلى الضيوف لنرهم حاضرين معنا صبيحة اليوم في يالو استوديو من بين الضيوف اللي حبين اليوم نقول لهم ألف ألف مبروك على النجاح على التقدم على التطور وعلى وضع البصمة خليني نقول نشوفوا هذا الفيديو قبل ما نتعرفوا على ضيفتنا الي رايحة حضرها معنا تعرفوا عليها من خلال هذا الصور ورجعين يالله مبروك هاجر كنت تستهلي التتويج التطور ديالك في المراحل النهائية أبهر الكل وش فعلك بح تكوني بطلة الموسم الثاني لتستحقيه بكل جدارة واستحقاك يا إباة أفروك علي الريجولتاتي لا هاوليك لتخوفة عمير فتشي الجزائري موسم الثاني بريماني فخورة بروحي ونهدي هاد النجاح خميار من الروحي ودوزياما لأم العزيزة وقال لأهل ديال أكيد هاجر الفائزة بلقب الميور الجزائر تعيش فرحتين اليوم يعني الفرحة الأولى كانت أول ليلة أول أمس وانتوجت باللقب في الطبعة الثانية والفرحة الثانية كري حضرة معنا أصبحت اليوم وريت عاود تشوف الصور ديالها في الشاشة ومشاهدين الأكار أهلا وسهلا بك هاجر ألف ألف مبروك على اللقب في الطبعة الثانية شكرا جزيلا لك يعطيكم سهلة الاستضافة كاني نعود نشوف الصور عباك أنا نحس نفس المشاعر كنت نحسهم يعطيه لي طوفي خيلوا مشاهدين نرى نقاعدين مع الميور باتي سي في الجزائر يعني يعني شيء كبير لقب كبير برنامج كليه جمهوره كانت الناس تشوفه تعرفنا عليك تبعناك طوال ثمانية أسابيع على ما أعتقد في هذا المسابقة يعني منذ البداية إلى الحصول على اللقب حكينا شوية على هذه التجربة نعود اليوم نحكو معاك بكل طرق طلقة الرياحية بعيدا عن قيود البرنامج والصدقاء والزبلاء يلا إليك الكلمة الميور باتي سي هو كان برمي الزميسان اللي كنت نشوفهم بزاف تاع الميور باتي سي الفرنسي نسخة الفرنسية نعم كنت تبعجها لسيزان يعني شك سيزان تبدأ كنت نتفرجها ومبعد جاتني الفكرة قلتوا كان غير جنهار ويني ديروا الميور باتي سي الجزائري كما كان الحال داروا لسيزان اللولا ما شاركتش شاركت فيها ما كنتش برمي لسيزان اللي خيروهم جميل يعني بقيت مصرة حتى المرة الثانية شاركتي وفزتي باللقب نعم أكيد ومبعد زيت شاركت المرة الثانية وفي الوقت هذا لسيزان لولا لسيزان دوزي سيت نطور شويا من المهارات التوعي وكان القبول يعني رسالة لكل النساء اللي رأيتشوف فينا يعني ما تفشلش ما تفشلش طبعا الأولى ما دخلتش أصلا للبرنامج لك أن دخلت بلاك ما تحصلش على الرقب وحصلت على الرقب في طبعا الثانية نعود نحيوك وقلوك ألف ألف مبروك يلا كيفش كانت أجواء المسابقة المنافسة بينك و بين المشاركين هي تجربة بصفة عامة كانت تجربة من أرواح تجربة اللي جوزها في حياتي أبخي تعرفت على الناس بزاف هيلين اللي فاتسيلي كانوا معي قاع الله يبارك عليهم كامل عندهم مستوى الأجواء تحت لاتانت كانوا فيهم واحد لابخيسيون بسك قاع كنا الله يبارك مستوى تعنا مليح وانايا في البركور كنت بالعقل بالعقل أبخي مع لفا دي ماريت ما شاء الله يلا الأكيد أنه كل وحدة من بين النساء واللي شاف اللي يشاركوا في هذه المسابقة اللي يعني في حياتهم اليوم يتكون ولا يكون لدور الأم مكانة هامة في حياتهم كنقطة انطلاق في هذا المجل حكينا شوية على دور الوالدة ديالك خاصة أنه شفنا العائلة كانت حاضرة معاك فرحوا معاك تفاعلوا معاك وكانوا متابعينك ودعمينك طوال هذه الرحلة في هذه المسابقة نعم هي للأم تعي فسكو هي من بكري ديجا تحب هذا المجل تالحالوية كما قال الأمهات الجزائرية كامل موتوا على الحالويات كبرنا على هذا كشي وانا يقول عندي واحدة العامين هكاك من زعمة واللي تنحب ندير حاجة ونبرتجيها مع الناس والأم ديالي هي اللي كانت داعم الأول يعني هي اللي كانت تقول لي اي روحي وديري وعملي وانا نشجع كيتو وحسيت النجاح حسيت كلي ماما هي اللي ربحت لطفو في هذا مشي أنا وجهه لا تحية هي الأخرى لأنه حقيقة دور والدين مهم جدا في دعم الأطفال للوصول إلى النجاح يلا وشنو هي أول حاجة صنعتها هاجر وحسيت بلي رهي مصنوعة بمعايير عالمية وتقدر تشارك بها وتقدر تكون يوما ما أفضل شاف في الجزائر في الميوخ باتي ولا منذ البداية منذ البداية يعني كانوا بزف درت بزف حلويات أول حاجة شفيت عليها وهذه قلت آه أنا نقدر لها بلك هي كانت واحدة اللي لقاته درته بمناسبة العيد عيد ميلة لأمي درته ودرته ديكوراسيون هاكا بليفل غيتو قلت هذا هو المجال تاعي بلك وبعد بلعقل بلعقل اللي تنطور من هذك التخصص تاع لديكوراسيون فلوغا على الكيك وحسيت هذك هو المجال تاعي أبخي به اللي تاني درت بلوزو غياليزاسيون في الميوك باتيسيين اللي كانوا شدوا الانتباه تاع الجمهور كامل يعني وشي اختلف الكيك على الحلويات التقليدية كان اختلاف كبير الحلويات التقليدية حاجة عالم وحدوخة والكيك والكيك ديزاين واللاباتيس خيفين حاجة وحدوخة كامل الحلويات التقليدية عندهم لمسة تحهم سبيسيال ومشي اي واحد يقدر يدر حلويات التقليدية واللاباتيس خيفين تانيت عندها كل واحد وشي ياتها خصوصات يعني يلا نستعرف تعليق في البرنامج كصانعات حلويات كشف ما لكن ما يعرفوش هاجر على طبيعتها هاجر خارج صناعة الحلويات وش تدير في حياتها هاجر وش تكون وش تدرست شكون هي هاجر بعيدا عن البرنامج نعم انا قريب تخصص صحافة اعلام واتصال يعني زميلة نعم في جامعة الجزائر من بعد كنت حسبت لنكمل فات المجال من اقدر داتني المجال وحد اخر كامل اللي هو دوم على مجتش باللي تكون في مجال الاعلام تحديدا خلى الناس تتفاعل معك وخلىك تتفاعل نوعا مع الكاميرا فبالتالي تلقي قبول وحبة عند الناس نعم ربما تخصص داعي في مجال الاعلام والاتصال كان عندي نحال شوية لها تتعامل مع الكاميرا صحفك بل كدير حاجة اللي خلات الناس ما يتقبلوني يكون بريمان حاضرين طوال هذا الفترة بكو بلوس تعلمنا من شف شف مهدي ولا لوزا بسك فرصة فرصة كانوا اشك فا يجوزوا علينا يعطونا دي كونسي قال زيدوا القارص هذي حلوة بزاف هذي ما لازم شتكون هكي يعطونا دي زاستيوس بخفو بسك عباك حنا عندك الوقت لميتي ما تقدرش زعمة دير كي ما تحب لازم بخفو تصيب دي زاستيوس ليكونوا يديروا لك شورتكات شغل دي لازم تصيب الحل باش تربح الوقت وممتون وتكمل تاني في الوقت وحتى اللي باتيسي اللي كانوا معايا تعلمت منهم بزاف يعني ما شاء الله عليهم عندهم دي زاستيوس كنا بخطاج لكو نسانس النهائي كانت نسائية بامتياز لفينال وخاصة أن العالم متعرف عليها أنه أفضل صانعة حلويات في العالم مراش لما ننكره هذا الشي هذا الشي كان بالنسبة لك تحدي أنك تتبتي أنه المرأة تقدر تكون أفضل صانعة حلويات أو لا 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 هي المجلة على باتيسخيان جنرال مراش حكم بركة للرجال لا لا ولكن معرف عليها باش نكونوا واضحين باش دون تحيز معرف يعني حتى يقدروا يديروا حاجات يعني يوصلوا بهم للعالم يعني كامل ولي تمنى اللي في ناليس اللي قعدوا في ميوربا تسيقع بنات مش زعما جت كما نقول كيف يفهمك يعني جت هكذا زعما هما قعدوا اللي تخوا في ناليس بنات يعني خرجوا قعدوا بنات لنك نقول باللي يحتل لا فهم تقدر تدير بالشوز تقدر تنجح يعني في دومان تالا باتيسخي يلا بعيدا عن الكاميرا ناس حب أتعرف وشن هو أول تعليق كان لكم بعد التأهل تلتة بنات للنهائي يعني خلف الكاميرا وش قلتو كل صراحة يعني خلف الكواليس احنا فحكا خلف الكواليس فرحنا قلنا يا دعم غير بين البنات ما كاش الولاد كامل عاو كنحسو بالشعرة يعني انتقمتوا للنساء المرة هذي في هذي طبعا حتى لو ذاقلتنا نشغلاني فرحانة بزبكي هذي نهائي كان غير بنات بس ديجات تحدي يقوي كيكونوا غير بنات كل وحدة سيتبروفي بلي هي اللي تقدر تدير ما خير وهذي وخاصة النهائي ولا النهائي كما قلت كان قريب من الاحتفال بعيد المرأة يعني لقب نسائي نهائي نسائي وسبوع المرأة يعني يقوم سيطرين أنا نختاني هذه الفرصة باش نهني نقاع نساتها العالم قولهم نهدي لكم تاني هاد تتواج تاعي بلو تخو في تعمي وقباتي الجزائري وطن كاميرا ونجحت ودت لقب صرحة كنت حسبة بلي رح توصل لهذا اللقب وتحصده لا 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 كانت المنافسة قوية هي كانت المنافسة قوية كي في ديبيو تاع المشوار تاع لليزي بيزود يعني ما كنتش نسنى بلي حنلحق حتى النهائي أبخي فقصة فقصة جوزوا لتحديات وندير حاجات نقول آه نقدر نزيد نقدر نزيد أبخي تحلالك تقعد غير تقل بعد شغل تربح لك كنفيانس في روحك أبخي كنتلحق لا فينا تقول آه لازم نمتكامل وش عندي وكش كيفة يلا باش نختمو معاك هذا اللقاء الجامع على واش ركزت هاجر باش حصلت على هذا اللقاء بودات الجائزة والمركز الأول ما شاء الله هل على الوصفة هل على الشكل الديكور وشنو هينح باش دي ركزت عليها هي كاي بزر فيسي دخلو في نقطوكم عليهم معايا انتي على وش ركزت أنا بوكو بلوس حبيت نبيين الاسبيسياليتي تاعي اللي هي الديكوراسيون خلاتني نتمييز يعني في لقاتو توعي ان جنيرال في قاع لزي بيزوت على الميوفات ان شاء الله يا ربي شكرا لك هاجر في الختامة ربما نختم معك بكلمات حبيت قولها للنساء للعائلة والأيضا الفان والدعمين اللي كانوا وقفين معاك طوال هذه الرحلة لأنه شفنا تفاعل تعليقات مبروك مبروك يعني فرحوا لكم بكل صراحة نعم أنا نقول الحاجة الأولى اللي نقول نشكر ماما بزاف بس كهي اللي كانت دعمتني باش نلحق لهذا وندي له تدخل تعليمي أبخي نقول كامل البنات والأولاد نقول لهم ما تفشلوش يعني جميل أكيد رسالة جميلة منك هاجر كما قلت هذا الأيام نحن نحتفل بالمرأة الجزائرية والمرأة في العالم مهم جدا أنه ندعم كل النساء وين ما كانوا شكرا لك مرة أخرى هاجر على كل المعلومات المقدمة صبيحة اليوم ألف ألف مبروك على التتويج تستهلي شفنا الحلقات كنا كانت نتيجة ظاهرة حتى لو كانت خليني نقول المسابقة حاسمة بينكم ولكن ما شاء الله بالباركة عليك تستهلي الحمد لله شكرا جزيلا شكرا لكم ودعوة البرنامج كأول ظهور لك وكأول لقاء إعلامي لك بعد التتويج صورة جميلة نستقبل وضيفتنا لدينا حضرة معنا صبحت اليوم في الأستوديو راوية مناصر طبيبة أسنان أهلا وسهلا بك في الأستوديو شكرا شكرا عن الاستضافة صباح الخير إن شاء الله اليوم راح نعالج لدوزيان باقتي تاع البوريكسيز اللي كنا هذرنا عليه اللي هو صرير الأسنان بالنسبة للأطفال اليوم نحكو شوي عن الكيبار عند الكيبار لأنه دار مضاعفات كبيرة عند الكيبار وهم ما يفي قولوش لازم نهضروا عليه باش ننبهوا ناس كثير من هذا المارض يعني تقدر تقول سيلنسيو ما يفي قولوش يالله حكينا على الأسباب عند الأطفال اليوم حبينا نتعرف على الأسباب عند الكيبار تحديدا صحة الأسباب الأولى عند الكيبار تقدر تكون فماوية كي يكون عنده مشكل في الأسنان تاعه سواء تسوز ولا عنده طبعا حشو زائد ولا يقدر يحك أسنانه ولا يعضع لهم بشدة يعني هذو أسباب تقدر تقول بغا بغا للضغوط النفسية تكون أقل نسبة لكن ضغوط النفسية عند الكيبار هي أكبر سبب لهذا البريكسيزم ولا صاريخ الأسنان يعني الإنسان كيكون عنده ضغط نفسي مثلا جهد ولا تركيز ولا قلق يدير هذا احتكاك الأسنان ولا إطباق الأسنان جز الأسنان جز الأسنان عنده شحل من مرادفات نعم أسماء إحنا كنا نجو نفهمه وش معنتها يعني مقلق ولا يعني يكون عنده ضغط نفسي داخلي مع لبل شون يخرج هذاك الضغط أره لا إراديا عضالات تخدم وحدها أنها تشد بقوة هذه في النهار يعني في النهار يصيب روحه مسيري لكن في الليل رح يقوم ب هذه الأسنان بدون شعور وما يسمعش صوت يعني كلها رح يفقلو رح يفقلو الفرد ولا الشخص اللي يكون نسمع الصوت نعم صوت جد مزعج صراحة جد مزعج يالله مدامين نسمعو المشاهدين على الصوت اللي يكون أحيانا باش يعرفوا تحديدا وشنو هو الصوت وكيفش يكون صوت اللي صريف الأسنان عند الكبار يعني نحظو أنه احتكاك يكون بالجانب يامين ياسار والله من الأمام للخلف ورح يسبب بنا تآكل طبقات المينة وطبقات لادونتين ويأثر حتى لللثة صوت جد مزعج جد مزعج يعني يالله أنا بدأ بيا نفتح الناس نفتح المجال للناس باش يتصلوا بنا وتواصلوا معنا في هذا الموضوع ويشاركونا هذا الموضوع على هذا الأنغام المزعج خلينين قلت هذا الصوت اللي نسمعوها كل ليلة من بعض الأشخاص للأسف الشديد كما قلت ناس ما يكونش علامة لها بالله تصدر هذا الأصوات وذلك الإنسان اللي يكون مع الشخص يعيش معه يعني يسمعوه ولكن نعتذر فقط من الناس لأنه صوت جد مزعج ولكن حبينا نسمعو لكم الصوت باش تسمعو ما مدى قسوتوا ما مدى يعني يزعجوا باش نعطوكم أيضا حافزي يخليكم تروحوا تعالجوا أيضا لتقولوا الناس اللي معكم يروحوا يعالجوا يالله نرجعو إلى الموضوع وتعرفنا على أهم الأسباب ربما اللي من بينها هو الضغوطات وسترس خليني أقول استرس هو أول عامل هو أول عامل هو السبب الرئيسي لهذا الحاجة يعني مستحيل أنه إنسان يلحق لهذا الوضع يعني هنا كما هذا بروكسيزم سيفير مع أنها قوي جدا متطور باش يلحق لهذا الحاجة أنه عنده ضغوطات نفسية كبيرة ما رأوش فيق بيهم هنا الإنسان لازم مش غري يعالج نفسه عن طبيب الأسنان لأنه طبيب الأسنان رح يعالج فقط السمطوم يعني وش ظهر من المرض رح يدلو لأقوتي قادر بو علاجات رح ينطرق له طيب طيب عفوا نقاطعك ولكن حب نعرف وشنو هي إلى ما يؤدي هذا المرض وهذا الصرير صحة صرير حينا عند الأطفال نروحوا عند الشباب ولكن قبل ما تجاوبيني باش ما نقاطعك لاحقا خليني استقبل مكالمة هاتفية باش ما نطولش أيضا على المشاهدين وإنما يروح النشأ الاتصاد ويقولوا آلو آلو صباح الأنوار آلو آلو وعليكم السلام وطيب الكلام شكوين معنا ومنين أماكم إينات من أضرار يلا تحية لكم كل ناس أضرار والجنوب الجزائري سمعت الصوت هدو اللي جوزنا في الشاشة واسمعت مزعج جدا وش رأيك فيه صحيح صح ومزعج جدا يلا هل تعيشي بنتي تعمرها أربع سنوات بنتك في عمرها أربع سنوات وتدير نفس الصوت تديروك تكون رقدة تكون في المهار عادي ومع بس إذا كتكون رقدة هدينها في نفس الصوت نفس الصوت طيب بنتك هل تعاني من ضغوطات في الحياة يعني يا ربو ما عندها مشاكل عندك مشاكل في الأسرة ما عندها حتى ضغوطات عادية تلعاب عادي ما عمال هي التقرة في الرفرة وضمعها مع أخوها عادي جدا يعني ما عندي حتى ضغوطات يلا دكتور هل عندك سؤال السؤال يعني معا في المنزل تحت الطفل هذا اللي أخوها صغير عليها قدرة تكون غيرة قدرة تكون يعني لازم تحوص الأم على تعرف الأسباب سبب النفسي وسبب الفماوي ثاني قادرة راي عندها السوسة ولا آلام ليتخليها الدير هكذا وقلنا المرة اللي فاتت قادر يكون عندها ديدان في البطل يعني تدير لها لسكوتش باغازي تيخ تدير لها تحاليل بشتعرف إلا عندها ديدان في البطل لأنه هذا العمر يكلو بزا في الحلويات صح ومعرضين للديدان يعني هذو ما الأسباب لقد تؤدي بها أسباب عند الأطفال يعني أربع سنوات ما شكش أنها عندها ضغوطات نفسية كبيرة أكدت لك الأم أنه ما عندها شي قادرة تكون غيرة من أخوها صغير ولا كبير ولا وقادرة يكون عندها مشكلة في الأسنان ولا مشكلة ديدان في البطل يعني تحاول أنها تبحث عن السبب بشتعالج هذا الصالح يلا في غرفة تحكم بين العاملين في أن برنامج كاي الناس اللي شخصين عندهم من عائلتهم عائلتهم عايشين بهذا الصوت يعني كبروا به واحد عمه والتاني شكون خالك ولا عمك يلا عمه أيضا يلا وربما وشنه هي الأسباب اللي تؤدي بهم إلى هذا الحال هم عايشين حياة طبيعية كما قالوا حياة طبيعية بالنسبة لهم لكن كون يجوا يبحثوا على الأسباب يعني رح تكون فاق الضغوط نفسية يعني الإنسان لازم يشوف والراه المشكلة يخلاه يوصل لها صح الإنسان ما يقدرش يفق بالليلة ونهار والراه المشكلة القلق لكن نقدره نعالجه القلق طبعا بمهدئة طبيعية كما اللي تيظن في الليل يدير نعنع بابونج يعني يسي كالميروح المكسيموم ينقص الضغوطات هذي ينقص الضغوطات نفسية على نفسه هذه الأولى والثانية إلا شاف أنه راح خلاص راح يتاكل وراح يروح يعني يعني بسكو عليه يقول لي عنده آلام آلام في الوجه آلام في الرقابة آلام في الأذن آلام في الظهر يعني صوداع يومي صوداع دي ما عنده تشنج في العضلات تشنج العضلات الصباح ينوض ينوض مزير ما يقدرش يفتح الفم بتاعه عنده فتحة محدودة يعني هنا الإنسان لازم يشك أنه كان شي في الجسم يلا باش نوصلوا الحديث عليه يبدو أنه الاتصالات قوية اليوم على هذا الموضوع خاصة عند الشباب نستقبل مكالمة هاتفية ونقولوا آلو آلو سلام عليكم وعليكم السلام مرحبا شكوين معنا أم حالي ما من عين دفلة من عين دفلة تحية لك وكل ناس عين الدفلة اللي راتشوفي نصبحت لي متفضلي بسؤالك الدكتورة راهي بالإستيما أخي أنا عندي مشكلة من هذه مع ابنتي في مرات 9 سنوات 9 سنوات 9 سنوات بس لحما ما تدرش دائمين هذا الصال تديروا خطرات كي تكون تتعب بالزرع في اللعب ولا تكون عندها أنا أصلا كي تدير هذا الصال نحسب لي حكس مرض دائمين كي تدير الصال تتمرض على وجه دائمين حسب لي حكس مرض هذا مكان يلا وهذه طفلة عادية يعني تتلعب تتحابتها دائمين بره ما عندها مشكلة بلك هي ضغطة على قرايا ولكن تكون وقت مواصمة الحفيظة وكامل صحة هل عندها مشاكل في الأسنان تحت تسوس دائمينها هايلين لأنها تسكيها ملاح خرجين الملاح تنبسي وقتها لعد نحاة بكري والنبتة بكري الحمد لله في هذه الحالة يلا بخيف الاستماع راح تسمعي إلى نصائح وإرشادات الدكتورة في هذه الحالة كي تشوفها في لاب بيريو تحت ضغوطات نفسية لا راي تحكي عليهم تتكلميها فقاتلكش ضغوطات نفسية قاتلك تتعب تتعب تتعيا يعني هذا التعب هذا أنها تدير لها ويندوش في الليل هكذا تياد يعني كي الأمور اللي تنقص لهذا التعب على الطفلة مساج يعني الأم تقدر دير حويج كثيرة تساعد فيها النقطة مهمة ترقط لها المتصلة هداوين قاتلك باللي غير ما تدير هذا الحس تمرض بلا قريب ولا مراها تحسلها يعني كي تشوف دات هذا الصوت تحس باللي راح تمرض بنتها مراها هي كائرة راح بدها المرض يعني الفيروس راح يخدم في الجسم التاحة راح يقلقها بدأ تطلع لها شوية الحرارة لا في يب طف هي تبدأ تضغط على أسنانها هم هنقول يعاودي يقول لي ديما لضغطت يعني سخانة في الإنسان كي تطلع له الحرارة بالطبع راح يكون يكون بيغتوغبة يعني يكورتع وكامل راح في تغيرات طف هنا صح عندها علاقة كي يكون عندها راح تأثر ودير صرير الأسنان يلا باش نوصل الحديث على هذا الموضوع لدينا مجموعة صور نعرضها لك وعلى المشاهدين باش تعلقيننا على كل صورة من هذا الصور وش رايك هنا الإنسان لحقت صورة الأولى الآلام في الوجه كي كنا نحكي عليهم آلام في الوجه وبالتأكيد عندها صودة عندها آلام في الرقبة لدينا آخر تقنيات العلاج اللي راحي راحي الآن في هذا الوقت يعني ظهور البوتوكس اللي هو لاتوكسين بوتوليك هنا راحنا للحلول للحلول ايه لطرق العلاج هاي الصورة يعني هنا نشوفوا في الصورة يعني إبرة إبرة بوتوكس يعني وقتش نحق نحن إبرة البوتوكس وأين تحقن تحديدا صحة هنا بعد زيارة طبيب الأسنان طبعا وضعوا واقع الليلي اللي هو نحطوها ونشوفوا يعني بالي هذا الإنسان ما ما زالوا يمارس منفع شمعة ايه ونسخطو عندهم آلام يعني كي يلحقوا للآلام هذه الحاجة اللي راح ترخي العضالات طريقة سريعة هو البوتوكس وعلاج بالبوتوكس نحقنوه في العضالات تاع المضغ اللي هي كيما ماسي تاع لطبيب الأسنان ونحقن حقنة البوتوكس راح تديرنا إرخاء عضالة يعني مش في اليوم نفسه ولكن نلاحظوا تحسن في الخمسة أيام سبعة أيام المقبلة من حقن البوتوكس إرخاء عضالة يعني طيب في هذا الحالة دكتورة حال ترخي فقط العضالة ولا حتى توقف هذا الصارير صحة كي ترخي العضالة يوقف الصارير يعني هو علاج تقدر تقول مؤقت لأن البوتوكس يروح مدة ستة شهر سبعة شهر صديبهم الإنسان لطبيعة الإنسان كالذي يروح له في سي مواء كالذي يروح له في سي مواء حتى النف مواء يعني يعني هو حل حل مؤقت ولكن شفت في هذه الأبير يرتع ستة شهر الإنسان روال في هذه الارتخاء العضالات يعني في هذه المومات يقدر يحاول يحوس السبب ليوصلوا لهذا الشيء يعني ضغوطات نفسية ليوصلاتوا لهذا الشيء إلا كان في العمل يحاول يبدل يبدل الحياة تاع يعني يعني يغير العمل والله في المنزل يشوف المشكل يعني يعالج المشكل يعني عنده مدة يقدر يعوده شحال من خطرة البوتوكس يعني مش خطرة وحدة بعد ستة شهر يزيد يعود حتى العضالة تولف هذه الارتخاء المخ أيضا يحفظ هذا الارتخاء ويقدر يروح له يعني نهائيا جميل نشوفوا صورة أخرى من بين الصورة المختارة لنهار اليوم باش نعلقوا عليها صورة جديدة هذه صورة أخرى يلا علقينها على الصورة دكتور هنا الأسنان اللي كنا نشوفوا فيهم هذا الصوت المزعج حالة طبيعية والحالة راهم كانوا في النفس الحالة الطبيعية حتى رجعوا للحالة المراضية اللي راي وكلت تقريب نصف نصف يعني ملاوستويين سوى سوى كل الأسنان تغير ملحوظ في شكل الأسنان يعني هنا اللي قطاعوا كبيرة بزيف والناس ما لازمش تستهزى في حاجة كما هذا يلا صورة أخرى لننشوفوا فيها في داتنا هنا التغير كل للأسنان كما راكم تشيبو يعني دكتور كيف هكين كيف شرجع يعني هنا يا هذا الحاجة اللي راي يضر في الناس طريقة الناس ما يشتفق بيها وراهم خلينا غير تزيد يعني إحنا ديفو يجونا كبار في السن خلاص خلاص صلهم سنانهم ويقول لك راوية تفتت هو مش راوية تفتت يعني مع البرش بلي عنده أصلا مرض دكتور هل يقدر يجي هاد المرض فقط في مناطق داخلية في ضروس الداخلية ما يقيسش الأسنان الأمامية ولا لما يكون ضغط يكون على جميع الأسنان بالعكس يبدأ بالأسنان الأمامية والقواطع باش يروح للأذراس لأنه يبدأ بحركة جانبية ومن بعد يروح خلفية أمامية يعني يتطور هو في الأصل يبدأ بالأسنان الأمامية قواطع ولا الأنياب جميل يلا نشوفه صورة أخرى في الأثناء تآكل كل ولا شبه كل للأسنان وهنا نلاحظه أيضا اللثة يعني هبطت المستوى اللثة يهبط وهنا كمستوى اللثة هبط ما نشوفه هاش لثة فقط راه تحت كين عظم العظم هذك راه شد الأسنان راه كل يعني تقدر تقول يعني هنا الأسنان راه في حالة كاريتية يلا نستقبل مكالمة هاتفية أخرى باش نواصل الحديث مرحبا بك صباح الأنوار ماذا تكون معنا ومنين أم يرال أم البواقي يلا تحية لكم كل ناس أم البواقي اللي يرام يشوفوا فينا صباحة اليوم تفضلي بسؤالك رانا في الاستماع عندي احتناع سعرير للأسنان عندك انت شحال وانت تعاني منه وشحال مني في قتله منك كنت صغيرة أنا ما كنتش لبالي يعني عندي ميلي كان يربضهم هاي يقولوا لي كيف ديني الأصوات بتنيك طيب دوك شحال في عمرك سيدتي 29 سنة 29 سنة يعني مليكوتي صغيرة هل شفتي طلاح أو لاحظتي تغير شكل الأسنان أو تغير في منح الأسنان أيضا في الأسنان ما عندي تغير لا تغير لسفة لا تسوس لا بص حضرك في الأوين الأخيرة هذه عدو سنيا نحس فمي في بين الأسنان ولست يأكل فمي هكا نحب ديمن حق هكا دكتور ونسقسيك هل الأقطيكولاسيون هنا هل تسمعي ترطاقة كي تفتحي هكذا تفتحي تغلقي هل عندك أصوات هنا في الأقطيكولاسيون تسمعيها تقطاقة والله والله واجع يعني يذورك عادو يجوني دكتور ذكري كنت ما نحس ساعة برتي مع الأخر ملشك بل يعني ندير في الأصوات بصوات بصح الأكثرية ما ننفيقش دكتور كعادو فمي عادي سطر بكل بكل يعني هنا لحقت المستوى أنه بدأي يعطيك ألم في الأقطيكولاسيون ألم في الوجه حتى أنه ساعات كيتنوض صباح تصيب فمها مغلوق ما تقدش تفتحوه عادي هذه اللحقة لها كنت صباح نلقى دكتور كل شي دائما صحرا سأعطيك يلا بقى في الاستماع سيداتي ستسمعي إلى نصائح الدكتورة دكتور صحة هنا هي لازم لها تروح طبيب أسنان ما فيها جحل أنا وش نقدر نعاونها من هنا تقدر تدير دي مصاج كل صباح كيتنوض تدير دي مصاج في المصاج في المصاج في الميوسك وتقدر تدير كمادات يعني كما نقول لنا دي سيق بيات تديرهم تياد كمادات دافئة ما تكونش تخونة بالزيف في الماء دافئ تتمخهم وتحطهم على غير تنوض الصباح شغول تحطهم يترخى العضلات يعني هذه طريقة في بلاست البوتوكس طيب وشنو هي الأسباب التي تؤدي إلى تنمل في الفم تنمل العضلة فشلت يعني من تقلص العضلة كيف تحس بلي تتنم القاع يعني هذه نتيجة تقلص العضلات عادي يعني الإنسان لازم هذه ما تحش بالصوت ما تحش لكن كيف تحق تحش لأن لم يكن نتيجة بطريقة لأن لم يكن النتيجة بينها بينها لكن اليوم تحق للآلام والإنسان لا يمكن أن يفتح فم وصداع وهناية وتآكل الأسنان حساسية وما زال تطور الحالة ربما لو كان لا تتعجي العلاج في أقرب وقت تبدأ في هذه الحالة طبيب الأسنان يقدر يعاونها كيشوفها في هذه الحالة دي زون تالجيك نمدو دوا بريزامل بريستامل ونقدرو نمدو أدوية لإرخاء العضالات ما نسميهاش هي أدوية نمدوها باش نرخيو العضالات تعال الإنسان نعطيوها لغير في الليل يلا في انتظر استقبل مكالمة أخرى ليحشاركونا لأنه موضوع يبدو أن المشاركة اليوم قوية جدا نعلقوا على هذه الصورة هنا نشوفوا أنه الإنسان هذا رو يكون في عمر واحد الخمسين سبعة وخمسين يعني تأكلت أسنانه كاملة هذه الصورة حقيقية يعني نشوفوا بليل أسنان وتأكلتها ووصلت الوحد النيبو يعني الفقل تحت رغمت أكلين تغيرت تغير شكلها واللحمة أيضا رهية يعني مريضة وعنده آلم في الوجه يعني يراه في حالة خلاص الحق لا ليميت هنا ويجب أن ندر نتدقل طبيب الأسنان سريع يعني يعني في هذه الحالة تعليش في النها هل تحتاج ولا لغوتيار تكون عندها فعالة لازم لغوتيار في هذه الحالة لازم لغوتيار رح ينرخيو العضالات نحميو الأسنان من تأكل أكثر ورح ينرخيو سقطه اللغتيكولاسيون اللي هي المفصل الفق الصدقي يلا نستخدم لمكالمة هاتفية أخيرة مشاهدين لا كريم لأنه وصلنا تقريبا لنهاية هذا العدد ونقول آلو آلو صباح الأنوار سلام عليكم أخير عزيز وعليكم السلام شكون معنا ومنين وشرك أخي أنا باس نشكر بزاف ونشكر الأختي الكريمة اللي رأي معك شكرا لك على المشاركات تفضل بسؤالك رانا في الاستماع أخي جلاني من مليانة الله يبارك تحية لك وكل ناس مليانة تفضل رانا سمعوا فيك بارك الله فيكم أخي أخي لازيز أنا سانكي كي نورك تفضيل ندير حس بتال أثنان طيب شحل في عمرك أنا في عمري سبعة وربعين سنع الله يبارك ما شاء الله هل هذا الشي من لي كنت صغير تعاني به تعاني منه عفوا ولا فقط مؤخرا تفضل أنا من لي كنت صغير أخي لازيز عندي واحد سؤال تفضل شو من الدكتورة الكريمة أه أكيد أنا كنت نتكيف كنت نتكيف من حبست الدخان أه وبعد على جل التدخين هذا طاحوا لي واحد سلسة أثنان طاحوا لي أه طاحوا لي سلسة أثنان وكي حبست التدخين عندي واحد ست شهور ست شهور مني حبست الدخان تدخين وهل نقدر ركب هذو سلسة أثنان واحدة أخرين في بلاسهم من ركبهم ولا يجب مدة يعني معينة هل نقدر فلقى ركب أثنان في بلاس هذه الأثنان اللي طاحوا لي ولا يجب لي مدة معينة يلا بقاف لي استمع رح تسمع شكرا لك على هذا المداخل يلا سيد قال لك من اللي عنده في الأول صرير الأسنان من اللي كان صغير قال لك وإضافة على هذا يتكيف وغير كي ما حبست الدخين بسبب أنه تساقطوا له الأسنان وهل يقدر يركب الأسنان حاليا ولا حتى يعالج من صرير الأسنان بشي يركب الأسنان جديدة لا لا هو أول حاجة لازم كيرا وحبست الدخين لديها حاجة مليحة إيجابية إيجابية جدا لأنه راح تعاوننا على الأسنان تبعنا يكونوا ملاح يعني يتحسن حب استفاقهم من المرض في الأسنان ولازم يدير لقوتيغ يعني يدير للواقي الليلي ويقدر يركب عادي يعني كيركب الأسنان يدير واقي الليلي غابدما كيركب أسنانه ما يخليها شيئة ثانية تتأكل بس كنت تتأكل ولا راح تطيح حتى الجديدة تقدر تأكل نعم ولا تطيح يعني ما تشدلوش هيبقى غير يروح يعود يركبها هنا غير يركب طبيب الأسنان لازم يعلم طبيب الأسنان تاعه بل يربعه وعنده صرير الأسنان باش طبيب الأسنان يدير له واقي الليلي غابدما طيب دكتور شحال المدة اللي لازم يرتاح فيها الفم بعد تساقط الأسنان باش يركب سن جديد هي كل إنسان يعني المدة شهر ونص شهر شهر ونص لكن كل إنسان يختلف على إنسان يعني يعني سيكاتخيزاسيون كي تجي تشوف كين واحد غابد كين لي طول كين لي عنده أمراض سكاري أمراض يعني حساب الإنسان وطبيعته لكن نحن نقول وشهر شهر ونص نقدره نبدأ ولا تركيب الأسنان جميل يلا نشوفوا الصورة توضيحية أخرى في الشاشة هنا يعني وش يقدر يدير ألم ألم في الرأس ألم في الوجه كامل هنا كي نقولوا ألم في الوجه يعني مش في العظم راهي في المزكل في العضالات نعم هنا تصرنا تأكل الأسنان وعندنا أيضا ألم في الرقبة وعندنا ألم في الفكين يعني نشوفوا صورة موضحة لمختلف النقاط اللي يكون فيها الألم جراء صرير الأسنان يعني مش فقط على منطقة الوجه كما قالت الدكتورة في الرأس في المشوار في الفك في مواضيع مختلفة في الأنف في أسفل الرقبة أيضا أليس كذلك نعم يعني كما الأخت اللي تصلت بنا راهي هكذا في هذه الحالة يعني لحقت لهذا الألم هذه وهنا نقول هالعلاج راح تبدأ في المنزل المساجه كامل وتدير للاقوتيار وتقدر تلحق للبوتوكس هي الصورة للاقوتيار أو الواقي الليلي الواقي الليلي هذا هذا الحل الأول هذا الحل الأول يقدر يديره طبيب الأسنان في العيادة هنا ننصح جميع المرضى بصرير الأسنان ليشروش هذاك اللي راه يتبع واجد لأنه من أحسن يدير طبعات على الأسنان دياله يكون مخدم على حساب أسنانه على حساب أسنانه يعني يروح طبيب أسنان يهزلو ويخدم له واحد بلاغيزين كما هذا اللي حساب أسنانه وكي نمو لحظة ثانية ماشي إنسان يقدر يدير تعخوه ولا تعباباه كل إنسان يدير اللاقوتي يختاع الخاصة به على ذكر الشكل اللي كنت يتهدر عليه دكتورة كنا شفنا شكل تعصوره الأولى شكل واحد وهذا شكل آخر نعم يعني هذه اللي راه يتبع عند لبعض هذه هذه عادية ما فيهاش طبعة راهي عادية هذه من الأحسن يعني الوحدي ما يديرهاش يدير عن طبيب الأسنان خير لأنه حسب العضة تاعه جميل يعني ومن بين الحلول اللي مقترحة بعد لاغوتيار وبعد البوتوكس وشي أنا للمساج مهدئات عندنا المهدئات وعندنا المساج وعندنا البوتوكس هو اللي راه حل يعني في هذه الآوينة الأخيرة راه الحل هو اللي راه هو يعني مد نتيجة إيجابية وفعلية وخانية ملاحظة بك في البوتوكس كيديروها البوتوكس لازم واحد ثالث أيام أو أربع أيام ما يحرك وجهه ميديرش دي موفمان عليه باش تتفيكس هذيك التوكسين بوتولي